نهاردة النادي الاهلي في اجتماع مجلس ادارة اختخذ عدة قرارات مهمة جدا اولا الاستمرار في الدعوة القضائية امام المحكمة الرياضية الدولية اي ان كانت التدعيات المقبلة سلبا او اجابا لارساء مبدأ العدالة بعيدة عن اي اتخلافات وهمية مع اندية شقيقة يتحدث البعض عنها خاصة وان الاتحاد الافريكي لم يرد على طلبات النادي ثانيا في منتهى الاهمية دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجميع الاهلي الرغبة في الصفر الى المغرب بواقع ثلاثة الاف جنيه عن كل فرد من المسافرين ويكون النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين لكاي تورز ومستر ترافل والتين تم تفويدهما من النادي بهذا الامر يعني الرحلة الي كان معلن تقريبا كان تكلفتها 15 الف جنيه يوم واحد دلوقتي انت هتدفع 12 الف وتسافر يعني الاهلي هتحمل من نصيبك 3000 ثالثا الربض القاطع لمحاولات البعض اثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق والتأكيد على او التأكيد بان الخلاف مع الاتحاد الافريقي فقط وان النادي الاهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الاندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها رابعا واخيرا تكليف الكابتن محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق الكرة في النهاية الافريقا وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفنجي عاجبني انا حاجتين دعم دعم النادي الاهلي لرحلة الفريق او الجماهيل اللي رايحة مع الفريق الدعم معقول 3000 جنيه لكل مشجع معقول هيك جاء الرحلة غالية السفر الى المغرب هيبقى غالية عشان برضو الناس هي برضو كانت مستنعيه ايه الاهلي هتحمل تكليف سفر الجماهيل لا الموضوع صعب صعب جدا مستحيل يعني بس كون الاهلي بيدعم كون الاهلي رضخ للطلبات جماهيره وزعل جماهيره ان الاهلي ما دخلش انه يقلل القيمة شوية فده موقف كويس وبالمناسبة بعض الاصدقاء اتصلوا بشركات سياحة انهما هيسفروا بعيد عن الشركات المفهود الاهلي او كلها السفر الجماهير عشان يسفروا هما من نفسهم فلاقوا الرحلة اكبر من كده بكتير فواضح جدا انه الشركات دي بالتعاون مع النادي الاهلي مسفر الجماهير زي ما يقولوا كده ايه بسعر التكلفة انا طبعا انا لا انا ما بعرفش التفاصيل من جوه انا لا ادعم شركات ولا خلافه انا بس بقولك موقف شخصي وبالتالي واضح انه الاهلي وصل الاتفاقات عشان يريح جماهيره وبعد الاتفاقات دي حط كمان 3000 جنيه على كل مشجع يتحملها النادي الاهلي عشان يسفر اكبر عدد من جماهيره فكل دي خطوات ايجابية بصراحة من النادي الاهلي وخطوات جيدة ان شاء الله وكمان اضيف على ده انه في نظام الاست انا عرفت ان فيه نظام است انك تدفع تقريبا 1000 جنيه كل شهر وتسافر هتقول لي اهو انا معيش 1000 جنيه اصلا كل شهر 1000 جنيه ده جزء جبير من المرتبة هقولك طبعا انا متفهم ده بس يعني هو كده كده مش كل الناس هتسافر مش كل جميل هتسافر كلنا عايزين يسافر اما ممكن يبقاش معي الالف انت ممكن يبقاش معك الالف فمش هنسافر بس ان شاء الله يبقى فيه حد مقتدر ويروح يشجع النادي الاهلي ويسنده واحنا من هنا نبقى فرحانين انه هو موجود في ملعب المباراة وبيسنده ده الواقع يعني ما هو عيب المباريات الخارجية دي ايه او المباريات اللي على فكرة ده على اي مشجع في العالم يعني اي مشجع في العالم مثلا مشجع لرين مدريد مش ما يسور الحال معهش فروس كتير لما يقوله فيه عندك مطشف دولة بعيدة ممكن معافش يسافر لو عنده كاس عالم مثلا في الارجنتين في البرزيل في امريكا ممكن معافش يسافر مش هيقدر يتحمل بس لو هنا هيقدر يتحملها لو في اسبانيا لو في اوروبا هيقدر يتحمل عشان المسافات قريبة لك احنا عشان المسافات كمان بعيدة وتيران بعيد وفيه تفاصيل كثيرة جدا فدائما الرحلات والسفر عندنا بيبقى غالي فطبيعي مش هنعرف كلنا نسافر مش كلنا يعني عندنا قدرة مالية تخلينا نقدر نسافر بس يا رب يكون فيه ناس تقدر وتسافر وتشجع النادي الاهلي وهو ده اللي عايزينه شجعه النادي الاهلي مين يروح او مين ما يروحش مش هيفري معانا اي مشجع يروح للنادي الاهلي يوقف ويهتف ويساند ويشجع عشان الفريق يلاقي جماهيره في داره حاجة تانية كمان اللي تستحق الإشادة بالنسبة للنادي الاهلي التأكيد على العلاقة الطيبة الجيدة مع نادي الوداد والعلاقة الطيبة مع الشعب والجماهير المغربية وكل اللي حصل في الفترة الماضية هو له علاقة بما فعله الكاف لكن الوداد والاتحاد المغربي والجماهير المغربية ما لهمش اي علاقة خالص بالموضوع دوت ما عندهمش اي تدخلات ما عندهمش اي مشكلة ولا الاهلي عندهم مشكلة معاهم ولا هم عندهم مشكلة معاهم ودايما بقرر هذه الجملة تحديدا في المغرب عشان سافرت المغرب اكتر من مرة في اكتر من مناسبة شعب ترحاب جماهير رائعة إدارات محترمة دايما المباراة التي تلاقي في المغرب بتخرج بشكل رائع جدا فإحنا مش قلقانين من ده وعارفين طيبة وشهامة وروعة الشعب المغربية والجماهير المغربية فمن فيش أي قلق وتأكيد النادي الأهلي على هذا الأمر ده شيء أيضا محترم جدا